اشتركوا في القناة والدفعة الثالثة من الحاصلين على المؤهلات العليا درجة بكاليريوس العلوم العسكرية ثانيا منح طلبة الدفعة الثانية ضباط متخصصين وطلبة الدفعة الثالثة من حاملي الدراسات العليا شهادة اتمام الدراسة العسكرية ثالثا منح طلبة الدفعة 74 بحرية والدفعة الثالثة من الحاصلين على المؤهلات العليا درجة بكاليريوس العلوم البحرية رابعا منح طلبة الدفعة 90 طيران وعلوم عسكرية درجة بكاليريوس الطيران والعلوم العسكرية الجوية خامسا منح طلبة الدفعة 51 دفاع جوي والدفعة الثالثة من الحاصلين على المؤهلات العليا درجة بكاليريوس العلوم العسكرية للدفاع الجوي سادسا منح طلبة الدفعة 60 فنية عسكرية درجة بكاليريوس الهندسة وشهادة اتمام الدراسة العسكرية سابعا منح طلبة الدفعة الخامسة والسادسة من كلية الطب للقوات المسلحة درجة بكاليريوس الطب والجراحة وشهادة اتمام الدراسة العسكرية ثامنا منح طلبة الدفعة 52 من الكلية العسكرية التكنولوجية شهادة الدبلوم الفني للقوات المسلحة وقد بلغت نسبة النجاح لمن انطبقت عليهم شروط التقدم الانتحان مئة في المئة والله وليه التوفيق تسليم وتسلم القيادة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة الواجب الشرف الوطن الوطن وهكذا تم تسليم القيادة من دفعات الخريجين الى الدفعات الجديدة لتستمر مسيرة العطاء والانضباط وها هي اعلام الكليات العسكرية برفقة لقيادتها الجديدة في جيش والشعب في روبة الحال في دمي أباني وسط العالي وقالي في روحي عيوني يا مصد وقالي أمامك وقالي نعم وقالي 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 أغسمت بسكك يا بلادي فاشتني أغسمت أن أحمي قبالي وأفتدي سافيك عمد كبير فؤال وبيلي وندور حبك أستطيل وأفتدي أغسمت بسكك يا بلادي يا بلادي مدير إدارة شؤون ضباط القوة المسلحة لإعلان قرار التعيين ومنح الأنواط لأوائل الخريجين بسم الله الرحمن الرحيم صدق السيد رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة على بايلي أولاً تعيين خريج الأكاديمية العسكرية المصرية دفعات مئة وسبعتاشر حربية أربعة وسبعين بحرية تسعين جوية واحد وخمسين دفاع جوي الثالثة من الحاصلين على المؤهلات العليا الثانية ضباط متخصصين وخريجي الدفع اتنين وخمسين من الكلية العسكرية التكنولوجية في ردب الملازم تحت الاختبار وخريجي الدفع ستين فنية عسكرية في ردب الملازم أول تحت الاختبار والدفع الثالثة من الحاصلين على الدراسات العليا في ردب الرائد والنقيب والملازم أول تحت الاختبار تبقى لدرجاتهم العلمية وذلك اعتبارا من تلاتين ستة الفين تلاتة وعشرين ثانيا تعيين خريجي الدفعتين الخامسة والسادسة من كلية الطب بالقوات المسلحة في ردب الملازم أول طبيب امتياز تحت الاختبار اعتبارا من واحد عشرة الفين تلاتة وعشرين ثالثا منح أول الخريجين نقط الواجب العسكري من الطبقة الثانية تقديرا لآدائهم وواجباتهم بتفال وإخلاص أثناء الدراسة من الكلية الحربية ملازم تحت الاختبار عبد الرحمن طارق عبد العزيز فهمي ملازم تحت الاختبار أسامة حمد محمد دخيل ملازم تحت الاختبار أحمد مجدي عبد الخالي عمر رائد تحت الاختبار محمد مبروك إسماعيل إسماعيل نقيب تحت الاختبار الأمير محمد صبر حسين ملازم تحت الاختبار دينا أيمن سيد حسن من رئيسات التمريد ملازم تحت الاختبار رولا حسن عبد المنعم شلبي من الدورة الأولى فروسية رائد مكلف هديل محمد توفي الحداد من دولة فلسطين ملازم تحت الاختبار عمر غسان سعيد زيدان من جمهورية تنزانية ملازم تحت الاختبار أجري نيتنجا بيتر من الكلية البحرية ملازم بحر تحت الاختبار الحسن الحسين عبد اللطيف الصيفي من الجمهورية اليمنية ملازم بحر تحت الاختبار عبد الله عمر عبد العزيز مساوي من جمهورية جيبوتي ملازم بحر تحت الاختبار إدريس جيدي آراه موسى من الكلية الجوية ملازم طيار تحت الاختبار عمر أيمن محمد وجيه ملازم جوي تحت الاختبار عبد الرحمن صبري محمد محمود من الكلية الفنية العسكرية ملازم أول تحت الاختبار أحمد عصام عبد اللطيف علي من ملكة البحرين ملازم أول تحت الاختبار عبد العزيز حسن يوسف آل برشيد من الكلية الدفاع الجوي ملازم تحت الاختبار أنور أسامة أنور ديودار من المملكة العربية السعودية ملازم تحت الاختبار عمر محمد عطية الزهراني من الكلية الطب بالقوات المسلحة ملازم أول طبيب امتياز تحت الاختبار أحمد هشام عبد الفتاح خفاجي ملازم أول طبيب امتياز تحت الاختبار أحمد أشرف إبراهيم الدهشان من جمهورية جنوب السودان ملازم أول طبيب امتياز تحت الاختبار ديو ماكور شواط من الكلية العسكرية التكنولوجية ملازم تحت الاختبار أبا نوب رفعة ملاك شحاته من جمهورية القمر المتحدة ملازم تحت الاختبار زغلول محمد علي ضيا ملازم تحت الاختبار ملازم تحت الاختبار